بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 25 لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق 20 حزيران عام 2023 وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 حزيران لعام 2023 ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز عام 2023 مقدما التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي كافة أيضا حدد مجلس الوزراء يوم الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 التزاما بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة وأقره مجلس النوابي في شهر تشرين الأول الماضي عام 2022 وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإعادة حيكلة الجهاز الحكومي وفق رؤية النظام الجديد الذي رسمه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المستشارين والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأقر مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 23.312 لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة حول مشروع الإنبوب البحري الثالث ضمن القرض الياباني لشركة نفط البصرة قرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد إحالة التقرير نصف السنوي الأول لعام 2023 المتعلق بمراحل تقدم البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المعدل 2. تولي الوزارات وجهات القطاعية كافة تنفيذ المعالجات والتوصيات المبينة في التقرير المذكور آنفاً بحسب التخصص وإشعار فريق البرنامج الحكومي بالإجراءات المأخوذة بهذا الشأن قرار وفي مجال متابعة إتمام واستكمال مشروعات المستشفيات العامة والقطاع الصحي أقر مجلس الوزراء توصيات محظر الاجتماع رقم 32 للجنة الأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة قرار وفي مجال متابعة تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الأسس القانونية التي ترفع من إسهام المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني قرر مجلس الوزراء تعديل قرار المجلس المرقم 245 لسنة 2019 بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية وإلزام المحافظات بتحيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي وتضمين التعديل تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الستراتيجية وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية وتضمن التعديل منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازات الاستثمارية الصادر عنها بعد موافقة الجهة القطاعية وتشكيل لجان في المحافظات تتولى النظر في طلبات تعديل إجازات الاستثمار ووضع الضوابط الخاصة بهذه التعديلات وافق مجلس الوزراء على ما يأتي واحد نقل ملكية مستشفى الفرات العام المشيدة على جزء من قطعة الأرض العائدة ملكيتها إلى وزارة النقل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي لمصلحة وزارة الصحة دائرة صحة بغداد الكرخ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2022 اثنين شطب الدين المترتب بذمة وزارة الصحة البالغ مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليون لصالح وزارة النقل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي عن إشغال العقار المبين في الفقرة الأولى آنفا من دائرة صحة بغداد الكرخ استنادا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019 المعدل وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 وتعويض وزارة النقل بقطعة أرض أخرى قرار أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23 ألف ومية وخمسة وثلاثين بشأن ضمان مطابقة السلع للمواصفات التي جرى بموجبها الاستيراد الشركات الفاحصة بشأن إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2014 بحسب الآتي واحد تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات التخطيط الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة والتجارة والصحة والزراعة والصناعة والمعادن لتضمين القرار آلية موحدة سحلة للفسح القمرقي تتولى بموجبها الجهة المتعاقدة مسؤولية التأييد وضمان مطابقة السلع المستوردة لمصلحة المستهلك والمشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وطلب إطلاقها من المنافذ الحدودية على مستوى الإرسالية الواحدة لأهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بصحة وسلامة المستهلك اثنين إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد عشر تالاف وتسعة وتلاثين والمؤرخ في ثمنتعش تشرين الثاني عام الفيا واحد وعشرين قرار وفي مجال تنظيم عمل وإقامة العمالة الوافدة وافق مجلس الوزراء على تحديد مدة جديدة لتقديم طلبات تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة التي منحت بموجب توصيات لجنة دراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية والتي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم 23 1119 لسنة 2023 لمدة 45 يوم عمل استنادا إلى توصيات اللجنة المذكورة الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحة النفسية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكرا ترجمة نانسي قنقر